15 سنة كان في عمرك تعرفتي على الشيخ في عمرو 52 سنة قبلتي به لأنو ببساطة كان يصرفها لكم كان ينفقها لكم كان يعيشكم لعبها لفي شفتي فيه الأب ولا وش شفتي فيه؟ شفتي فيه كلش بس كله كان مدلي حنانا اللي مشي مد هالي بابا ومامتو مام كان يدلي واحد الحفايس اللي مكشن توقعهم منه كان يجي بلي دوا كاشيات قولي كل يوم بسيف خرجني بسيف كاشيات لي مهلويسات مهلويسات كان يقولي كل يوم بسيف على أي أساس؟ تخرجني معاه بره تقلبسي شطحي ديري صوالح بزاف كنتي تمشي معاه فادله هادرا كنت نمشي معاه بس كني يعطيني دوا اللي مكشن جي بأخبر وش رانين دير كنت نروح كنت نضيعه معاه مع التالي استروحي غير أنا أنصت كي قلت له وقال يمشي ولدي يعني حبيت نفهم أنو هاد كهل دخلك في عالم تالإنحلاح والمخديرات يعني هربتي من الحب سحتي في بابه كما يقولون مهلويسات 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 وش كان يطلب منك؟ كلش كلش تخرجي معايا ديري صوالح مي حاجة واحدة ما كانش يقولها لهم وشغل ما كانش يطبعني هالرجال شغل غلية مي كنت نخرج معاه 52 سنة ما أنا عرفش اسمه صحيح ما كان مدلي ويلو هو ما وش منه من بليدة من بسكرة وكيفاش تمدي روحك يا طفلان؟ شا حنقول لك ظروف بابا هو لي كان مطبعنا لكلش لو كان ما هو احنا كورنا لابس بينا بل كورنا بديارنا بابا كان راضي كان يجي يصرف عليكم؟ أنا عمي كيفاش كان يستقبلوه؟ نورمال كم يقول لك بالفرح والصور عادي وشغل صاحبه كان يسلم له بنته على طبق من ذهب مقابل هذه متجرة في القصر السمحيلي هذه أمور مستحيل أنها نسميها علاقة هذه جرائم هذه جرائم أخلاقية بالدرجة الأولى يحتزوا لها عشر والله جرائم يعني بمشاركة الوالد انتعك وهذا الإنسان المسلم لخمسين سنة بطفلك يعني هذه متجرة بالقصرات